اهلا وسهلا بحضراتكم بنرحب بيكم من جديد ولسه مكمالين معاكم متابعتنا المستمرة للمؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعني المؤتمر انتهى قبل قليل وخرج منه مجموعة من التفاصيل الخاصة بالعملية التعليمية خلال الفترة اللي جاية هنقول لحضراتكم كل تفاصيلها في هذه التغطية العجلة من تليفزيون اليوم السابع وخليني ابدأ مع حضراتكم ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعلن انه تم اعداد مجموعة من الضوابط لتقييم طلاب يعني المرحلة من ربع ابتدائي حتى الثاني الثانوي بعد التنصيق مع وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات ووضح ان امتحانات المواد غير المضافة للمجموعة هيتم تأجيلها الى نهاية العام اذا هذا هو يعني اول تفصيلة هامة انه الامتحانات غير المضافة للمجموعة هيتم تأجيلها الى نهاية العام ومن رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائي لا توجد امتحانات في لجان من رياض الاطفال لحد سنة ثالثة مفيش امتحانات في اللجان اما طلاب الشهادة الاعدادية هيتم ضم امتحاناتهم الى امتحانات نهاية العام يعني مفيش امتحانات فصل دراسي اول للشهادة الاعدادية هيتم ضمها الى الامتحانات الخاصة بنهاية العام في لجان مع طلاب الثانوية العامة دي اول مجموعة قرارات وتفاصيل خاصة بالعملية التعليمية خلال الفترة اللي جاية ووجه ايضا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام الدقيق بتطبيق الاجراءات الاحترازية في كل الاماكن في كل المدارس على مستوى الجمهورية عند استقناف الدراسة بالمدارس مع منح اولياء امور الطلاب حرية اختيار الطريقة الانسب لاستكمال ابنائهم العام الدراسي الحالي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد سواء من خلال الحضور الفعلي في المدارس ويعني الفصول اما يعني يختاروا ان هما يتعلموا عن بعد بعد توفير منصات ومصادر التعليم الرقمي المختلفة على مستوى مدارس الجمهورية دي اول حفنة من التفاصيل والقرارات الخاصة بوزير التربية والتعليم الدكتور طريق شوقي في مؤتمره الصحفي اللي انتهت منذ قليل خلينا برضو نكمل معاكم كل هذه القرارات والتفاصيل الهمة من سنة ربعة ابتدائي لحد سنة تانية اعدادي هيكون فيه امتحان واحد بس مجمع بدل ما ينزله يعني اربع او خمس مرات يمتحنوا في ايام مختلفة لا هيكون فيه امتحان واحد بس مجمع لهذه المرحلة من سنة ربعة ابتدائي لحد سنة تانية اعدادي امتحان واحد مجمع يعني هينزله مرة واحدة بس والامتحان هيكون عن المواد اللي درسوها خلال الفصل الدراسي الاول وهيكون فيه امتحانات اخرى لهذه الصفوف من سنة ربعة ابتدائي لحد سنة تانية اعدادي هيكون فيه امتحانات اخرى في نهاية شهور مارس وابريل ومايو خاصة بكل مدرسة هتحددها هي يعني امتحان الترم الاول في فبراير بعد كده هيكون فيه اخر كل شهر امتحان فيه مارس وابريل ومايو نفس الامر اولى وتانية سنوي لكن هيمتحنوا الكترونيا من البيت مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ويعني هيكون يوم الحد تمانية وعشرين فبراير يعني احنا بنقول لكم دلوقتي الايام الخاصة بكل صف دراسي يوم الحد تمانية وعشرين فبراير هيكون فيه سنة ربعة ابتدائي الامتحان المجمع عن كل اللي درسوه في الفصل الدراسي الاول اما يوم الاثنين واحد مارس مخصص للصف الخامس الابتدائي يوم التلات اتنين مارس للصف السادس الابتدائي اما الاربعاء تلاتة مارس هيكون مخصص للصف الاول الاعدادي والخميس اربع مارس هيكون مخصص للصف الثاني الاعدادي وهيكون الامتحانات مجمعة في المدرسة يوم واحد بس لكل صف دراسي أولى سنوي هتبدأ يوم 27 فبراير أما 28 فبراير هيكون لسنة تانية سنوي ده بالنسبة لصفوف أولى وتانية سنوي مرة كمان أولى سنوي هتبدأ 27 فبراير أما تانية سنوي هتبدأ 28 فبراير زي ما قلنا لحضراتكم وبالنسبة لمن سنة ربعة ابتدائي لحد تانية إعدادي زي ما قلنا لكم بنفكركم تاني امتحان واحد مجمع شامل كل المواد الدراسية اللي درسوها خلال الفصل الدراسي الأول بدل ما ينزلوا أكتر من يوم عشان ينجزوا امتحانات الفصل الدراسي الأول خلينا برضو نتابع معاكم باقي التفاصيل والقرارات الخاصة بمؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور طرق شوقي أعلن الدكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب من الرابع حتى الثاني الاعدادي بموجب امتحان واحد فقط زي ما قلنا لكم ويعني نقلنا لكم كل التفاصيل الخاصة بالأيام الخاصة بكل صف دراسي وبالتأكيد في آخر تعطيتنا هنفكركم مرة كمان طيب في حاجة كمان مهمة جدا أعلن عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طرق شوقي النهاردة بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة هتكون إلكترونية ولن تجرى قبل شهر يوليو المقبل دي امتحانات الثانوية العامة طيب بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية يعني اللي كان عندهم مشاكل في الامتحانات في الفترة الأخيرة وزير التعليم قال ان امتحانات EST المصري هيكون هو الامتحان المصري وقال الدكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان وزارة التربية والتعليم استمرت في تقديم الدروس عبر قنواتها التعليمية المختلفة والمنصات التعليمية المختلفة في كل المنصات لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة بتجتهد لحماية أبنائنا الطلاب مشهيرا إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أصدرت عدة قرارات منها استكمال الدراسة في الترم التاني وده اللي كلنا يعني قلناه لحضراتكم مبارح هو تأكيد اللجنة العليا لمكافحة أو إدارة فيروس كورونا قالت أنه أو أكدت أنه هيتم مدء الفصل الدراسي التاني بعد ما تم مدء إجازة نصف العام لمدة أسبوع وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي أننا بنحاول حماية أبنائنا الطلاب وفي نفس الوقت بنستكمل العام الدراسي لافتا إلى أن هناك دولا زي اسكتلندا ألغت العام الدراسي بالكامل وسيعيد جميع الطلاب السنة في هذه الدولة وهو يعني الوزير لا يريد أن يكون النموذج المصري زي نموذج اسكتلندا في أنهم ألغوا العام الدراسي وهيضيفوا يعني عام دراسي جديد هيقضي الطلاب مرة تانية بدل العام اللي ضيعوا في جائحة فيروس كورونا وأشار إلى أن الوزارة لم تقر نجاح أي طالب دون تقيين لافتا إلى أنه لا توجد فيه امتحانات الصفوف من رياض أطفال حتى 3 ابتدائي ما لهمش امتحانات زي ما أكدنا لخضراتكم وبنأكد مرة كمان إنه الشهادة الإعدادية يعني هيكون ما لهمش امتحان الترم الأول مفيش للشهادة الإعدادية زي ما قلنا لكم في أول التغطية ما عندهمش امتحان الترم الأول وهيكون امتحانهم آخر العام فقط أما من ربعة ابتدائي إلى تانية أعدادي هينزل الطالب زي ما قلنا لكم مرة واحدة بس يمتحن امتحان مجمع أما أولى وتانية سنوية هيكون الامتحان الإلكتروني من المنزل لتنفيذ الامتحانات يعني الإجراءات الخاصة بالتباعد والإجراءات الاحترازية خلينا برضو بنتابع معاكم كل التفاصيل الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بعد عشر مارس الدراسة هترجع بالجداول التقليدية لمن يريد الحضور دي جملة مهمة لمن يريد الحضور اللي يختار التعليم عن بعض عندنا قنوات تلفزيونية زي مدرستنا واحد واثنين الاردي والدش واليوتيوب كل القنوات دي متاحة على هذه المنصات والوزير قال أنصح الطلاب يشوفوها وكأنهم بيروحوا المدرسة بالضبط وأيضا في منصة ذاكر دي منصة برضو هامة جدا وبث مباشر للوزارة بيكون دائم في وسائل تعليمية كتير للي عايز يذاكر من البيت وأيضا التعليم عن بعض امتحانات الترم الأول لكل صفوف النقل هينزلوا يعني أقل عدد وبعد كده امتحانات شهرية بديلة عن امتحانات الترم الثاني إذن هذه معلومة هامة جدا امتحانات الترم الثاني هيكون في بدلها امتحانات شهرية بتعقد في كل مدرسة في نهاية شهور مارس وإبريل وأيضا شهر مايو إذن هيمتحنوا الطلاب أول ما يرجعوا هيمتحنوا امتحانات الفصل الدراسي الأول ومن ثم هيمتحنوا كل شهر امتحان بديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني مش هيكون فيه امتحانات للفصل الدراسي الثاني وأيضا لجنة إدارة الأزمات بتتابع التطورات المختلفة وإن الدولة والسيد الرئيس بحثوا معا كل هذه القرارات للحفاظ على أولادنا يعني بشكل كبير جدا خلينا برضو نكمل معاكم باقي التفاصيل الخاصة بالمؤتمر أعلن الدكتور طريق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن وزارة التربية والتعليم استمرت في إنتاج المحتوى التعليمي المختلف في ظل جائحة فيروس كورونا رغم كافة الشائعات يعني اللي بيروج لها على منصات التواصل الاجتماعي وأضاف الوزير طريق شوقي خلال المؤتمر الصحفي إن مصر نكحت بالفعل العام الماضي في الحفاظ على مستقبل الطلاب ونكحت فيه استكمال امتحانات الثانوية العامة العام الماضي وأضاف أن هناك حرص على تقييم عادل للطلاب للتفرقة بين الطلاب مش هيكون فيه أي تفرقة بين الطلاب هيكون فيه نظام عادل للطلاب وأعلن الدكتور طريق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في 2 يناير الماضي صدر قرار باستكمال الدراسة عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا وتم تعديل إجازة نصف العام إلى 26 فبراير وفي بعض المدارس الأخرى 27 فبراير موضحا أن الوزارة استمرت في إنتاج المحتوى التعليمي عبر المنصات والقنوات لاستكمال الدراسة عن بعض أثناء تواجد الطلاب في المدارس ونصحنا الطلاب ده الوزير بيقول نصحنا الطلاب بالاستعداد للمتحانات وجميع أجهزة الدولة بتعمل على حماية الطلاب وبتضع السيناريوهات المختلفة موضحا أن هناك دول كبرى زي ما قلنا لكم نموذج اسكتلندا قررت أن هي توقف الدراسة احنا لسه مستمرين معاكم وبنتابع كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طريق شوقي يأكد وزير التربية والتعليم أنه لن يتم حذف أجزاء من المناهج الدراسية بالفصل الدراسي الأول هذا برضو يعني من التفاصيل الهامة جدا الوزير أكد أنه مش هيتم حذف أي أجزاء خاصة بالمناهج التعليمية في الفصل الدراسي الأول وقال الوزير أن نظام التعليم الجديد من كي جي وان إلى الصف الثالث الابتدائي لا توجد فيه امتحانات وهو ما يعني أن فيه 8 مليون تلميز مش هيخضعوا للمتحانات معنى أنه من رياض الأطفال لحد سنة ثلاثة ابتدائي مش هيخضعوا للمتحانات دول عددهم حوالي 8 مليون تلميز لن يخضعوا للمتحانات وأكد كمان الوزير أنه مش هيكون فيه أي حذف للمناهج التعليمية وحضرت الوزارة كم هائل من مصادر التعلم من منصات وقنوات سواء للطلاب اللي لديهم انترنت أو ليس لديهم قائلا ما نقدرش نقر بنجاح طالب بدون تقييم منضبط لسه برضو بنتابع معاكم كل التفاصيل الخاصة بوزارة التربية والتعليم بخصوص قرار الحضور أو عدمه وزير التربية والتعليم قال أن غياب الطالب عن الحضور للمدرسة لابد أن يكون باختار رسمي من ولي الأمر والذي لابد أن يحضر إلى المدرسة ويقدم هذا الإقرار بنفسه ويقر بذلك لإخلاء مسئولية المدرسة عن هذا القرار طبعا الناس كلها اللي تابعت قرار السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة ورسالته الخاصة لأولياء الأمور بأنهم يعني لديهم الحرية في اختيار الطريقة الأمثل اللي يشوفوها مناسبة لاستمرار تعليم ولادهم إما يروحوا بالخضور الفعلي للمدارس أو يرجعوا يعني يتعلموا عن بعض عن طريق المنصات المختلفة ده بقى توضيح وزير التربية والتعليم عن هذه النقطة إزاي هتخلوا ولادكم يكملوا دراستهم في البيت لو أنتم مش عايزينهم يروحوا المدارس خلينا نقول أنه غياب الطالب عن الحضور للمدرسة لابد أن يكون باختار رسمي دي حاجة أكد عليها النهاردة وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي لازم يكون فيه اختار رسمي من ولي الأمر والذي لابد أن يحضر إلى المدرسة ويقدم هذا الاختار الرسمي للمدرسة ويقر بذلك لإخلاء مسئوليته أو مسئولية المدرسة عن هذا القرار دي يعني نقطة توضحية هامة جدا بالنسبة للرسالة الهمة اللي وجهها النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قبل ما يبدأ المؤتمر الصحفي بساعات قليلة بأن أولياء الأمور اللي عندهم أي مشكلة في أن أولادهم يروحوا المدرسة ويحضروا خضور فعلي في الفصول في المدرسة يقدروا بكل بساطة أنهما يخلوا أولادهم في البيت ويتعلموا عن بعض ولكن لازم يروحوا المدرسة ويقدموا اختار رسمي وطبعا يعني إحنا شايفين دلوقتي معاكم خلال تغطيتنا مجموعة كبيرة جدا من أولياء الأمور والطلاب بيتابعوا معانا التغطية وبيتابعوا معانا كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم. إحنا متأكدين أن أنكم يعني عايزين تعرفوا كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم. فعشان كده هنتابع معاكم برة كمان كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي في نقاط هام عشان كل النقاط تبقى واضحة خلال يعني العملية التعليمية خلال الفترة اللي جاية. خلينا نقول لكم تاني أن الدكتور طريق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قال أن ولي الأمر اللي بيختار أنه ابنه بيأتي للمدرسة سوف يحضر الطالب أربع أيام فقط حتى نهاية العام. إحنا اتكلمنا عن الناس اللي مش عايزين يود أولادهم المدرسة قلنا لازم تبعثوا اختار رسمي أو تروحوا بنفسكم للمدرسة يكون فيه اختار رسمي. طيب الطالب بقى اللي هيروحوا ويحضروا فعليا في المدرسة خلينا نقول لكم برضو أنه ولي الأمر اللي بيختار أنه ابنه يروح المدرسة الطالب هيحضر أربع أيام فقط حتى نهاية العام وعلى ولي الأمر تقديم طلب برغبته مشيرا إلى أن من يخشى على ابنه من الحضور يقدم طلب بعدم استكمال العام الدراسي زي ما قلنا لحضراتكم وأوضح الوزير أن طلاب من الصف الرابع حتى الثاني الثانوي بيؤدون امتحان مجمع بواقع ثلاث امتحانات خلال ثلاث شهور وهي بديلة عن امتحانات آخر العام موضحا أنه سيتم عقد امتحانات تجريبي للطلاب أو امتحان تجريبي لطلاب السنوية العامة للتمرين على الامتحان النهائي طبعا ده يكون إلكترونيا وأكد عن أن طلاب المنازل والرصبين سوف يؤدون الامتحانات إلكترونيا بنظام التقييد الجديد قائلا عشان ننهي الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونية بلجان مراقبة ويحصل الطالب على فرص مختلفة قائلا على الأرجح لن تبدأ قبل شهر يوليو والدولة حريصة على عدم حزف أي شيء من المناهج يعني دي معلومة مهمة جدا أنه امتحانات الشهادة الثانوية مش هتبدأ قبل شهر يوليو وقال أن الدولة حريصة على أن ما يتمش أي حسف لأي أجزاء من المناهج التعليمية الخاصة بالفصل الدراسي الأول خليني أقول لحضراتكم فيه نقاط سريعة نقاط سريعة أهم القرارات وأهم التفاصيل اللي تحدث عنها وزير التربية والتعليم طارق شوء خليني أقول لكم وإحنا بنتابع القرارات سريعا امتحانات الثانوية العامة لن تبدأ قبل شهر يوليو المقبل تأجيل امتحانات الشهادة الاعدادية لآخر العام الدراسي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها لآخر العام خليني نأيد عليكم تاني التلات نقاط مهمة دول ونقول لكم برضو النقاط المهمة سريعا أهم النقاط اللي تستفيدوا منها يعني تسمعوا هذه النقاط وتستفيدوا بالمختصر المفيد للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم أولا امتحانات الثانوية العامة لن تبدأ قبل شهر يوليو المقبل بنؤكد تاني لن تبدأ قبل شهر يوليو المقبل والدولة حريصة على أنه ما يتمش أي حزف من المناهج التعليمية اتنين تأجيل امتحانات الشهادة الاعدادية لآخر العام الدراسي أيضا هذه نقطة هامة خاصة بالشهادة الاعدادية هيتم تأجيل امتحاناتهم لآخر العام الدراسي أما امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فهيتم برضو تأجيلها لنهاية العام الدراسي هنمتحنها في آخر السنة المواد المضافة أو المواد غير المضافة للمجموع هي اللي هيتم تأجيلها أما الولادة يمتحنوا خلال الأيام اللي جاية المواد المضافة للمجموع فقط في كل المراحل الدراسية طيب من النقاط الهمة أيضا الدولة بتملك حلول لإجراء تقييم طلاب صفوف النقل لحماية الطلاب والمعلمين دلوقتي الدولة شغالة على حلول لتقييم الطلاب زي ما قلنا لحضراتكم من سنة من رياض الأطفال لحد سنة ثالثة ابتدأي قلنا لكم مش هيبقى فيه ليهم امتحانات وبالتالي الدولة حريصة على أنه يكون في حلول لإجراء تقييم طلاب صفوف النقل لحماية الطلاب والمعلمين خمسة امتحانات شهرية إلكترونية من المنزل في مارس وإبريل ومايو دي خاصة بالامتحانات اللي هتعقد خلال الفصل الدراسي الثاني هيكون فيه في آخر كل شهر امتحان تقييمي للطلاب هيكون في نهاية شهور مارس وإبريل ومايو أيضا خلينا نكمل لكم النقاط الهمة من حق أولياء الأمور اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق طلب رسمي للإدارة التعليمية دي من ضمن الحقوق الخاصة لأولياء الأمور واللي اتكلم عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل مؤتمر الوزير مؤتمر الوزير طارق شوقي أنه من حق أولياء الأمور اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق طلب رسمي للإدارة التعليمية رقم سبعة ومن النقاط المهمة الأسبوع المقبل هيكون الكشف عن موعد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وكيفية أداءها هنتابع برضو مؤتمر هام نشوف فيه موعد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج لكل اللي بيشوفونا فيها وكيفية أداءها مفيش امتحانات للتلاميذ من كيجي لحد الصف الثالث الابتدائي امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي هتجرى في يوم واحد لكل فصل دراسي وأيضا هيكون فيه إنتاج محتوى تعليمي على كافة المنصات من أجل استكمال الدراسة عن بعض خلينا نكمل معاكم نقط المدارس الدولية بتقرر نظام الحضور والغياب هي اللي هتقرر الحضور والغياب لطلاب المقيدين فيها وأيضا عودة الحضور في المدارس العادية سيكون اختياري دون غياب مع توقيع ولي الأمر إقرار رسمي مع تشغيل المجموعات المدرسية سريعا جدا آخر النقاط امتحانات سنوات النقل هيكون مجمع في يوم واحد أولى والتانية سنوي امتحانات إلكترونية من المنزل وهنتبه معاكم بالتأكيد على مدار يعني الساعات اللي جاية أو على مدار التغطيات اللي جاية كل التفاصيل الخاصة بمؤتمر وزير التربية والتعليم وهنحل لكم بقى إزا هيحصل كل القرارات اللي حصل يعني النهاردة وتقررت خلال مؤتمر الوزير بنشكر حضراتكم دايما على متابعتنا وتابعونا دايما في تغطيات إخبارية على مدار الساعة كنت معكم هشام عبدالتواب وإلى اللقاء